في هذه الأثناء نتابع صور مباشرة لوصول سيارات إسعاف إلى معبر رفح تقل مصابين فلسطينيين منذ صباح اليوم فتح هذا المعبر أبوابه أمام سيارات الإسعاف التي تحمل مصابين وبحسب المعلومات التي توفرت لمراسل سكاينيوز عربية هناك ثمانون مصابا وصلوا إلى أو يعني من المرتقب وصولهم إلى معبر رفح وستم نقلهم إلى مستشفيات قريبة من مدينة العريش بعدما قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح أمام سيارات الإسعاف